اشتركوا في القناة والنهاردة نموذج لأخلاق وسلوكيات أدعياء المحبة اللي دايما بيفتخروا بيها واللي بيحاولوا ويروجوا ليها علشان يجذبوا صحاب الديانات المخالفة ليهم ويقولوا لهم تعالوا للمسيحية لأنها ديانة محبة وأن الله أحب العالم والله محبة والشعرات الرنانة دي لكن عند التطبيق العملي تلاقي كلام مختلف تماما فتعالوا نسمع رسالة صوتية وصلتني النهاردة من واحدة مسيحية ونرد عليها رد مفهم إن شاء الله واضح كتير إنك إرياني لكتاب المقدس بس شكلك وحدة واطية وسافلة ومنحطة لو أصلا بتحترمي حالك كنتي لما تروحي على الإسلام ما بتحكي على دين أهلك دين أبوك وإمك يا ساقطة يا واطية يا منحرفة أنت فهماني؟ بعدين على فكرة نحنا إذا صرنا يوم من الأيام قررنا نغير ديننا ونغير عن المسيح إذا صار يعني مع أنه ما يمكن يصير سدقيني رح نروح نعبض بوذة ونتبع بوذة ولا نتبع نبيك الكذاب يلي وصفه المسيح بالكاذب خليك مبسوطة بإسلامك كتير منيح ثلاثة يقطعونا الصلاة المرأة والكلب والحمار شبهوك بالحيوانات فرحي حبيبتي عفكرة نحنا مبسوطين أنك أسلمت تعرفي ليه؟ لأنه نحنا متمنين للمسلمين الإسلام ياخد كل الزبالة اللي عنا ما بدنا حدا منكم كل الزبالة اللي عنا روحوا روحوا يعني روحوا على الإسلام روحوا الله يخليكم خلي الإسلام ياخدكن لأنه من أشكالكن هاي لا يرثون ملكوت السماوات فنحنا ما بدنا ياكم فروحوا على الجنة اللي وعدكن فيها محمد يعني هاي أسهل لك طريق خلص بس نطقتي الشهادتين دخلتي الجنة شو بدك أسهل من هيك طريق طريق جدا سهل واضح جدا أن التعليم المسيحية اللي تعلمتها الإنسان القذرة دي واللي موجودة في كتابها اللي بتؤمن به غير وقائية وغير قابلة للتطبيق فبالرغم إن كتابها قال لها الشطمون لا يدخلون الملكوت إلا إنها بدأت بالسب والشطم وملتزمتش باللي جاء في رسالة بولس الرسول القول للأهل كرنسوس ست عشرة ولا صارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرسون ملكوت الله وهنا ما فيش قدامها إلا خيارين إما تعترب بصحة النص ده وبكده تكون خلفة كتابها ومش هتدخل الملكوت لأنها شطمتني أو تقول إنها مش معترفة بالنص ده وتروح تعبط بوزة زي ما قالت ولو إن ما فيش اختلاف من اللي بتعبوده دلوقتي وبين بوزة فكلهما أصنامه وسنية ومتعمل ليش فيها قديسة قوي وغيورة على دينها فتعال نشوف اعتراف أبوكي متى المسكين على اللي جه في كتابك واللي مش عايز أنا أتكلم عنه وإنتي لازم تعرفي كويس قوي إن أنا مش بتكلم من دماغي وكل اللي بعمله إنه بنقل من كتبكم واعترافات أباقكم فالأب بمتى المسكين قال في الكتاب اللي بتؤمن بيه وبتعتقدي إنه وحي من الله وإن أنا ما ينفعش أتكلم عنه إن سفر حسقيال فيه 24 صحاح من وساخة الزنا وفحشاء الإنسان وطبعا ده مش كلام نهى السيد ولا هو كلام عالم مسلم ده كلام موجود في كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم للأب بمتى المسكين صفحة 227 واللي بيقول فيه تحديدا سوف يصدم القارئ المتحفز باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها 24 إسحاحا يفتح بهم حسقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان هذا من جهة الإنسان وكل غضي وعقاب بكل أنواع العذابات المعروفة من جهة الله والذي نخرج به من هذه الإسحاحات أيها القارئ العزيز إن الله صعب صعب ومريع جدا وويل وويل لمن يستهين بلطفه وطول آناته وعلشان المنصرين عارفين الكلام ده كويس بيترعبوا ويخافوا من أي حد يوضح حقيقة الكتاب المقدس ومش عايزين أي مسلم جديد يتكلم خالص عن العقائد المسيحية لأنهم عارفين ومتأكدين أن أي شبهة بيرموها على الإسلام موهودة عندهم في الكتاب المقدس علشان بيحاولوا يمنعون أننا نتكلم عن أي حاجة تخص المسيحية وخاصة الكتاب المقدس كلمة شيطان يظل أنا مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز قلت لك أنا كنت عارف يا جماعة كنت عارف أنه رح يهرب إلى الكتاب المقدس مش عايزين إلى الكتاب المقدس جاوب ورد كامل كامل أين فتحت كامل حيث معنى كلمة شيطان أي مظل أو مخادع فهل تنصف الله بالمظل؟ يلا أنا عارف هذا النص وهنرد عليك أي حد أنا عايز أنا أنا اختصاصي بالسؤال الإسلامي الذي يأمر ويعطي أشياء غير صالحة هو إلهك وليس نحن عندنا انظر سفر حزقيال خلينا خلينا بلو بالآية القرآنية فراس فراس ما ترتعبش يا فراس ما ترتعبش من كتابك يا فراس لا ترتعبوا من كتابك يا فراس في سفر حزقيال إصحاح 20 والعدد 25 يقول وأعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة من الذي يعطي فرائض غير صالحة إلهك أنت وليس نحن نفتح أيضا رسالة بولس خلينا خلينا أرد عليك إلى أهل رومية فراس أصبر كم مرة أقول لك أصبر يا فراس لماذا ترتعب من نصوص كتابك هذا كتابك هذا كتابك هذا لماذا ترتعب منه بس أنا عندي أسئلة إسلامية أصبر 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 دعني أكمل رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح التاسع والعدد الثامن عشر يقول فإذا هو يعني الرب يرحم من يشاء ويقصي من يشاء أتفق معي أن المسكرة معنات الخداع فهل تقبل أن تصف الله بالمخادع فضل لا 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 كيش عنك بكتاب المقدس والله أنا أتفق معاك على هذا الشيء أمامو شوفة شوفة متحت لا أتأت توريني أصبر أنا في كتابك أصبر يا سيد الرب حقا أنك خداعا خادعت هذا الشعب فالمناصرين مش عايزين يسمعوا اي نقد للكتاب المقدس بالرغم ان اللي وجه انتقادات للكتاب المقدس هم علماء المسيحية بنفسهم فاللي قال على الكتاب المقدس ان كتبته مجهولين هم مسيحيين واللي قال ان مخطوطات الكتاب المقدس الاصلية ضاعت هم مسيحيين واللي قال ان في اضافات وحسف في اصفار الكتاب المقدس هم مسيحيين واللي اكد ان النساخ واليهود واباء الكنيسة الاوائل هم اللي حرفوا الكتاب المقدس برضو مسيحيين واللي قال لنا امتى وازاي تحرف الكتاب المقدس مسيحيين فنقى السيد او علماء المسلمين هم اللي نقلوا ما كتبهوا علماء المسيحية الاوائل والمعاصرين عن الكتاب المقدس والشخصية القذرة دي بتقول بعدين على فكرة إحنا إذا صرنا يوم من الأيام قررنا نغير ديننا ونغير عن المسيح إذا صار يعني مع أنه ما يمكن يصير صدقيني رح نروح نعبود بوزة ونتبع بوزة ولا نتبع نبيك الكذاب يلي وصفه المسيح بالكاذب طيب يا موكوسة عايزة تعبود بوزة طيب ما أنت بتعبود واحد في حاجات مشتركة بينه وبين بوزة وصلت لـ 48 تشابه واللي أقر بيها رجالي الكنيسة واللي منها على سبيل المثال وأنا من رأيي تتويكسي وتسكوتي أحسلك بدل جهلك اللي أنت فيه دا يا موكوسة ودي رسالة لأي حد يفكر أنه يبعث لي رسالة على الخاص ويشتم وبعدين يعمل بلوك قبل ما الحق أرد لا يا نور عين أمك أنا هنشر على العام وهفضح فكرك المتخلف دا والقاذرة الناجسة دي بتقول علي أن أنا اتبعت نبي كاذب فيا طرع هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنكر وجود المسيح طبعا ما حصلش كده بالعكس دا سيدنا محمد احترم المسيح عليه السلام وكمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفسدش في الأرض فكل تعليمه يضرب بها المثل لأنه حرم الزنا والهفة واحش وشرب الخمر اللي حلل عندكم واللي نصح بشرب بوليس الكذاب بحجة العلاج وإذا كان اتهامك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكاذب تقدر تقول لي ليه ليه استمرت دعوته لحد دلوقتي وليه معبودك اللي بتعبوديه معزبهوش فالنبي الكاذب اللي أخبر بيه المسيح هو بوليس الكذاب اللي جيب تعليم غير تعليم المسيح وغير وبدل وحرف في تعليم كتيرة وكان بيفتخر إنه كذاب علشان يزداد مجد إلهه والأنبياء الكاذبة اللي هم استخدموا اسم المسيح عليه السلام لعمل قوات أو للتنبؤ أو لإخراج شياطين وكل اللي بينطبق عليه كده هم اللي يتقال عليهم تلاميذ المسيح وأيضا رجال الكنيسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده المسلمين لم يستخدموا اسم المسيح لعمل شيء فبوليس تقتل وتقتعت رقبته بالسيف سنة 65 ميلادية ودي تعتبر نبوءة من الكتاب المقدس على النبي الكاذب اللي هو بوليس يا موكوسة خليكي مبسوطة بإسلامك كتير منيح ثلاثة يقطعون الصلاة المرأة والكلب والحمار شبهوكي بالحيوانات فرحي حبيبتي خربت الجهل اللي انتو فيه يا خنزيرة ما عليش نسيت أقولك نسيت أقولك إن كتابك شبهك بالخنزيرة عارفة فين؟ في سفر الأمثال 11-22 خزامة زهب فيه فنطيسة خنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل لأ ومش بس كده ده كمان كتابك وصفك بالكلبة في إنجيل متى 15-26 ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب يقول القديس أغاستينوس إنها لم تسر ولا غضبت لأجل دعوتها ككلبة عندما طلبت زل البركة وسألت الرحمة بل قالت نعم يا سيد لقد دعوتني كلبا وبالحق أنا هكذا فإنني أعرف لقبي إنك تنطق بالحق لكن ينبغي ألا أحرب من البركة بسبب هذا فإن الكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقط من مائدة أربابها ما أرغبه هو البركة بقدر معتدل وإنت كمان لازم تعترفي إن الكلبة مان جاء في سفر الجامعة لصحاح الثالث العدد من 18-21 من ترجمة كتاب الحياة ونجيت قلبي أيضا بشأن أبناء البشر قائلا إنما الله يمتحنهم ليبين لهم إنهم ليسوا أفضل من البهائم لإنما يحل بأبناء البشر يحل بالبهائم فكما يموت الواحد من الناس يموت الآخر من البهائم فكلاهما نسمة واحدة وليس للإنسان فضل عن البهيمة فكل شيء باطل كلاهما يذهب إلى موضع واحد كلاهما من التراب وإليه يا أودان فمن يعرف أن روح الإنسان تصعد إلى العلاء وروح الحيوان تهبط إلى أسفل الأرض وده معناه إن كول بهيمة واحد يا بهيمة وده مش غريب على الكتاب المقدس اللي شبه الإله نفسه بالحيوانات فشبه الرب بالخروف في سفر الرؤية يحنى 17-14 هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معهم مدعوون ومختارون ومؤمنون لا حول ولا قوة إلا بالله وتيجي واحدة وصفها اكتبها بالكلبة والخنزيرة والبهيمة تيجي تقول بفكرها الكاثر إن الإسلام شبه المرأة بالحمار والكلب فالحديث اللي بيقول يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب فالحديث ما فيهش أي تشبيه للمرأة بالحمار والكلب فاللي جه في الحديث حكم شرعي إن أكتر حاجة بتقطع الصلاة هي مرور المرأة أمام اللي بيصلي وأيضا اللي بيقطع الصلاة الحمار والكلب وقطع الصلاة ليس قطع بطلون لكن قطع نقصان بمعنى نقص الخشوع والأجر وطالما أنتو بترمش شبه كده ومش فاهمة لغة عربية كويس يا موكوسة أجيب لك بقى ناص عندك من صفر الخروج اللي صحاح 20 العدد 17 واللي بيقول لا تشتهي بيت قريبك ولا تشتهي إمرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك هل على حسن فهمك القاصر المرأة هنا مشبهة بالصبر والحمر؟ على فكرة نحن مرسوطين إنك أسلمتي تعرفي ليه؟ لأنه نحن متمنين للمسلمين الإسلام ياخد كل الزبالة اللي عنا ما بدنا حدا منكم كل الزبالة اللي عنا روحوا روحوا يعني روحوا على الإسلام روحوا الله يخليكم خلي الإسلام ياخدكم لأنه من الأشكالكم هاي لا يرثون ملكوت السماوات فنحن ما بدنا ياكم فروحوا عجلني اللي وعدكن فيها محمد يا موقوسة ده من أهرتك وغلك وغزك مني بعتلي الرسالة دي لأن الزبالة هم اللي بيجولكم وأكبر مثال على الزبالة اللي بتروح لكم هو رحمة الحرامي المختلس اللي سرق أموال الحفل الخيري وهرب بيهم برة وغيره كتير وبعد المنصرين طلوا وفضحوا وقالوا عليه بيستضيف مسحيين في الأصل ويقول عليهم عبرين من الإسلام مقابل إيه؟ خمسين دولار لكل واحد بيعمل التمثيلية دي فلو أنا مش مهمة عندكم كده ما كانتش المنصرة ميرفا تكلمتني وطلعت كل اللي جواها وبيعينت إن انتم متضايقين من الفيديوهات اللي بعملها وموضح فيها الحقيقة ومدى أخطرتها على الإيمان الهاش الضعيف للمسيحيين عارفة يا عارفة يا غادة اللي مزع عني إيه؟ هم؟ أقول لك حاجة وبأمانة أنا بعتبرك أختي طبعا أنا بحبك قوي ما أنا بحبك أكتر ولا واللي مزع عني إن بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الإيمان المسيحي الضعيف للناس صدقيني 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 أنا بكلمك بأمانة منعت ودي خطيئة كبيرة دي خطيئة كبيرة قوي يا ولاد آآ خلاص انت اخترتي تبقي بعيد بس الأصعب في العقوبة إن انت مش بتكسب انفوس انت بتكوني سبب في ضايع نفوس وده غلط اللي مزع عني آآ من آآ انت حتى دوها دي حتى لو انت مش مقتنعة بتخلي بالكوا دي حرب إبليس ضد المسيح عشان بتجيبوا نفوس كتيرة إيمانها إشرة بس أنا متهيالي فيديوهاتي محدش بيشوفها برضو كتير من المسيحيين ايه ايه الدحكة دي ايه الدحكة دي فنفظ بضحك أكس لا يا روحي بيشوفوها أنا قزي يعني أنا بوجيها للمسلمين أكتر يعني أيها انا عرفة بس صدقيني صدقيني طيب أنا هقولك حاجة عارفة انت بتوجيها للمسلمين. عارفة بيحصل ايه للمسلم? اه. مثلا. اه. يا الله هو اكبر ده انا على دين الحق. بيثبت على دينه. اه. تمام. لو هو بيسمع كلمة ربنا ولا ربنا بيحط له رسالة من حد او من فيديو شافه او بيحركوا شوية يا عام انا بكلمك بكلم كل واحد. فلما بتيب انت كمسيحية واسلامتي او هو كمسيحي سابق واسلام. ياه. ده الله اكبر ربنا يثبتنا على دين الاسلام. واضح يا ميرفة ان فيديوهاتي وجعكم اوي. وبعد كده تيجي الزبالة الجهلة دي. تقول ان بمجرد ما المسلم ينطق الشهادة يبقى ضمن الجنة. ليه هو انت فاكر المسلم زي عندكم. المسيح بمجرد ما ياخد غطس كده في المياه اللي بتسموه التعميد. ويترشم ستة وتلاتين رسمة في جميع انحاء جسده. سواء الراجل او ست يبقى كده داخل الملكوت. علشان تقابلوا في الملكوت طبعا هناك الزواني والعشرين اللي سبقوكم ومنتظرينكم. عملا بالنص اللي بيقول في انجيل متة اللي بيقول قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشرين والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله. الكلام ده جيه في انجيل المتة لصحاح واحد وعشرين عدد واحد وثلاثين. اما بقى المسلم مكلف بتكليف وتنفيذ شريعة ربنا. فربنا بيقول في القرآن من يعمل مسقالة زرات خيرا يرى ومن يعمل مسقالة زرات شرا يرى. ودي قمة العدل الالهي. يعني كله هيتحاسب حسب عمله. فاللي عمله كويس هيدخل الجنة. واللي عمله مهبب هيدخل النار. اما انتوا بقى ما عندكمش حلال ولا حرب. كل الاشياء تحل لي. واعملوا اللي انتوا عايزينه فانتوا كده كده مفديهين بدم المسيح المزعوم. بقى بالزمة يا زبالة. ده كلام يدخل عقل عيل صغير. تعمل خير تعمل شر كده كده هتدخل الملكوت. لمغرد ان انت مسيحي ومفدي بدم المسيح. صحيح يا ولاد المجانين في نعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا